انتهت زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إلى إسرائيل وما هو واضح على الأقل من خلال التصريحات المعلنة هو التوافق بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع قضايا المنطقة ومنح إسرائيل تفوقاً أمنياً وعسكرياً على جيرانها وعلى مدار أيام زيارته الثلاثة لإسرائيل استمع هيجل إلى مخاوف المسؤولين الإسرائيليين وقلقهم حيال الملف النووي الإيراني ليجدد تأكيد واشنطن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إن إسرائيل تثمن عالياً الدعم العسكرية والأمنية الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وتثمن كذلك الدفاع عن المصالح والقيم المشتركة وهذه المصالح مهددة من خلال قيام إيران بتسليح المنظمات الإرهابية بأسلحة متطورة ومن خلال محاولة إيران التزود بسلاح نووي وقد جاءت الزيارة في إطار صفقة لبيع الأسلحة لبعض دول المنطقة كان هيجل قال إنها ستمنح تفوقاً عسكرياً لإسرائيل حيث ستزود بموجبها بطائرات جديدة من طراز كي سي 135 المعدة لتزويد الطائرات الحربية بالوقود خلال تحليقها في الجو وكذلك بطائرات مطورة من طراز في 22 لنقل القوات والمعدات وبطائرات F-35 القتالية المعدة بشكل يحول دون رصدها في الجو وكل هذه الطائرات لم يسبق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدامها لذا من المتوقع أن توفر له مدد بقاء أطول في الجو وقدرة على إصابة أهداف دقيقة في حال قرر توجيه ضربة لإيران عسكرياً معناه أن الفرق البون الشاسع بين القدرات الإيرانية والقدرات المعسكر الأمريكي الذي يشمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والتركية ودول الشرق الأوسط العربية وإسرائيل كله مع بعض ضد إيران فهذا البون أصبح أكبر الآن الجبهة المضادة لإيران أقوى لكن الصفقة المبرمة لن تخرج إلى حيز التنفيذ بشكل فوري كما أنها ستمول من موازنة الدعم المالي الذي تطلقه إسرائيل بشكل دائم من الولايات المتحدة إذ ستبلغ كلفتها نحو ثلاثة مليارات دولار يقول بعض الخبراء هنا أن الصفقة المبرمة هي رسالة أمريكية واضحة للحكومة الإسرائيلية تشير إلى الدعم الدائم من جهة وإلى المطالبة بعدم التحرك العسكري الفردي ضد إيران من جهة ثانية من القدس شيريم يونس كاينيوز